السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي يابا الظاهر أنه HMD Global الفلندية نهارت تحت الضغط والجمهور قال كلمته وما صمدت بقرارها إذا تسمحه للغبي غير كم شهر وتراجعت ورجعت تستخدم الأسماء الأشهر يا حبايب HMD Global اللي تمتلك نوكيا كاسم بعالم التليفونات قررت قبل مدة قرار غبي تركت بي اسم نوكيا وقررت أن تطلق خواتف باسم HMD فشلت فشل مريع أصدقائي اليوم رجعت تطلق خواتف باسم نوكيا لكن اختارت موديل عزيز على قلوبه وايناس هو اللوميا هاي الأجهزة بزوانها كانت بطل العالم بكاميراتها أول هاتف بتليفون بكاميرا بي 41 ميجا هو اللوميا 2020 وأول تليفون بالعالم إجاب ألوان وتصاميم شبابية هو اللوميا 635 وأول تليفونات بالعالم جدت بلوت ويرفري يعني بدون أي تطبيقات إضافية بس واجهة النظام هي اللوميا أيضا وأفضل أجهزة العالم بالشاشات وأول أجهزة بشاشات بدقة الأجدي كانت اللوميا من نوكيا اسم هذا أصدقائي إلى تاريخه ووزنه بين التليفونان وموحد يقدر يزايد عليه رجع اللوكيا لوميا في 2024 وباسم موديل هو السكايلان وبمواصفات أقدر أسميها متوسط جيد بس للأمانة مو خرافية أو أفلاكشب وإذا أتش أم دي سعرت هذا الجهاز بسعر معقول للأشاق صدقوني رح يكون زومبي بين الأحياء ويشتاح العالم كله لأن الجهاز رح يجيكي بشاشة آملية تردد 120 هيرز قياسها 6 و 6 بالعشرة إنج إضاءتها 1300 شمعة بالحد الأقصى وبالمعدل 700 شمعة شاشة فلات دقتها فل أجدي بلس بتباين واحد إلى مليون المعالج وهذا اللي كان دائما نقطة ضعف أتش أم دي باختياراته هنانا هو السناب دراجون 7S Gen 2 وهذا للفئة المتوسطة في الـ 24 يعتبر ممتاز أداء بين الـ 7 Plus Gen 2 والـ 8 Gen 1 حصني بأنتو 620 ألف نقطة رقم متوسط عالي بهذه الفئة ينطي أداء سلسة بأغلب الاستخدامات كاميراتها محترمة بخوارز ميات ومعالجات نوكيا وبعدسات من شركة ZEISS متحسس أساسي مجرب هو الـ 108 من سامسونج متحسس واسع 12 ميجا متحسس ماكرو 2 ميجا متحسس السلفي بقوة 32 ميجا متحسس الأساسي والسلفي دعمه فيديوهات 4K 30 إطار بالثانية الرام هو 8 أو 12 جيجا والذاكرة UFS 3.1 بسعة 256 جيجا طبعا كتصميم الجهاز رح يجيب نفس تصميم اللومي 1020 لكن بشاشة شوية أكبر وببطارية 5000 مليامبير وبشحن سلكي 33 واط بس صراحة أصدقائي أتمنى أن يرجع هذا الجهاز ويدخل أسواقنا لأن رح يأكل الأخضر واليابس أصدقائي إلى عشاقة إلى اسمه وإلى وزنه من سنين بس يكون يتسعر بشي منطقي يقدر نفس الوحوش الصينية الموجودة أنتو شون رأيكم أصدقائي برجعة اللوميا والنوكيا لسوق وبعد ما توقع الكل وفعليا هو مات لكن رجع انبعث للحياة هذا كان كل ما عندي لهذا اليوم أصدقائي وأشوفكم بالفيديو الجاي خير وصحة وسلامة في أمان الله شكرا للمشاهدة